كتاب التربية الدينية الإسلامية الوحدة التعليمية الرابعة الدرس الثالث بعنوان الشخصية الإيجابية تقدمة مبادرة الضوء بصوت شام الحمسي الطويل يغطي هذا التسجيل من الصفحة 88 حتى 91 الشخصية الإيجابية تهيئة أقرأ ثم أناقش تخيل أنك كلفت مهمة بناء منزل فلابد من توفر كل الأشياء اللازمة لإكتمال العمل وكذلك المجتمع الإنساني السليم فكلما كان أفراده متآلفين متعاونين كان إيجابيا ويصبح سلبيا عندما يسوده الحسد والكراهية أهمية العلاقات الإيجابية في بناء مجتمع متكامل النشاط الأول أقرأ وأقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغطوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلما أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام صحيح البخاري الكلمة والعبارة واحد البغض المعنى الكراهية اثنان الحسد المعنى تمني زوال النعمة عن الآخرين ثلاثة التدابر المعنى الهجر والمقاطعة أربعة كونوا عباد الله إخوانا المعنى كونوا متحابين متراحمين فائدة الغوية لا تباغطوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا أصلها لا تتباغطوا ولا تتحاسدوا ولا تتدابروا وحذفة التاء تخثيفا أحلل الحديث النبوي إلى فكر يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الآفات الاجتماعية التي تصيب المجتمع مبينا ترائق علاجها ليكون المجتمع سليما تسوده الإلف والويآم أولا البغضاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يؤدي إلى البغضاء والعداوة والتنافر بين أفراد المجتمع ودعا أفراده إلى التسامح والتآلف لتحقيق الأمن الاجتماعي النشاط الثاني أقرأ واستنتج الآيات القرآنية الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم صدق الله العظيم صورة الشعراء الآية 89 القيام المستفادة صفاء القلبي الآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم صورة فصلة الآية 34 القيام المستفادة مقابلة الإساء بالإحسان الآية الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم والقاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم صورة آل عمران الآية 134 القيام المستفادة 1- كذب الغيظ 2- العفو 3- الأحسان ثانيا الحسد الحسد تمني زوال النعمة عن الآخرين وهو من الآفات التي تؤدي إلى تفكك الروابط الاجتماعية بين الأفراد قال صلى الله عليه وسلم إياكم الحسد فأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب سنن أبي داود أما الغبطة فهي تمني الإنسان النعم لنفسه دون زوالها عن غيره النشاط الثالث أقرأ وأميز بوضع إشارة صح الموقف الموقف الأول يريد لجاره الإفلاس في تجارته إشارة صح لحسد الموقف الثاني يسعى ليكون متفوقا كزميله إشارة صح لغبطة الموقف الثالث يجتهد ليكون ناجحا كطبيب حيه المشهور إشارة صح لغبطة الموقف الرابع يتمنى الإخفاق لزميله المنافس له إشارة صح لحسد ثالثا الهجر والمقاطعة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدابر الذي يؤدي إلى القطيعة والهجران بقول أو فعل وعن زيادة مدة القطيعة عن ثلاث أيام لأنها كافية لصفاء القلوب وعودة المحبة والتعاون لبناء مجتمع متكامل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى صحيح مسلم النشاط الرابع اقرأ واصنف واحد اعتذر لزميله أن تأخره في سداد الدين اثنان خاصم زميله لأنه لم يساعده في حل الواجبات ثلاثة هنأ زميله الفائز بالمسابقة وتمنى الفوز لنفسه أربعه ينادي زميله بلقب يكرهه خمسة يتعاون مع أبناء حيه في تنظيف حديقتهم الشخصية الإيجابية واحد اعتذر لزميله عن تأخره في سداد الدين اثنان هنأ زميله الفائز بالمسابقة وتمنى الفوز لنفسه ثلاثة يتعاون مع أبناء حيه في تنظيف حديقتهم السلبية واحد خاصم زميله لأنه لم يساعده في حل الواجبات اثنان ينادي زميله بلقب يكرهه رابعا دعوة إلى الوحدة أقرأ أبني موقفا الوحدة تمني التعاون بين أفراد المجتمع وتزيد ثقة الفرد بنفسه وبالآخرين وتسهم في بناء وطن آمن متطور قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية 103 أتعلم من الدرس واحد ألتزم المعاملة الحسنة مع الناس قولا وفعلا اثنان أسهم في حل الخلاف بين زملائي بالود والتفاهم ثلاثة أسعى للتفوق الدراسي لخدمة نفسي ومجتمعي ووطني التقويم أقترح حلا لكل من المشكلات الاجتماعية الآتية ألف الحسن با البغضاء جيم التدابع